على بركة الله نقول بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أيدي وصحبيه في كل وقت وحين إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا وسالسة قوي إن شاء الله المنين بالعجوة ونعمل من العجينة بتاعت المنين كمان كم صابع عسلية كده هيعجبك قوي قوي بأمر الله يقري بس كده صورة قلم نشح لك صدرك واتخلي بقلب كده فرحان ومبسوط واستعيز بلامن الشيطان الرجيم وهاتي ما قديرك وجاهزيها زي ما هقولك بالضبط هتعملي أحلى منين بالعجوة إن شاء الله على بركة الله هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة كده معي المية الدفية هجيب المزان بتاعي وهعير عليه 125 جرام من المية الدفية لازم تكون مية دفية أو لبن اللي رياحك أنا حبيت أعملها بالمية بصراحة فطلعت حلوة قوي عايز تعملي لبن أعملي هناخد نص كمية المية دي وهنزل عليها معلقة كبيرة من السكر المعلقة بتاعتي صغيرة عشان كده أنا حطيت منها معلقتين هدوي بالسكر وبعد كده ننزل بكس من الخميرة الفورية أو لو عندك برطمان هتاخدي منه آآ مقدار معلقة كبيرة ما يعادل 18 جرام هدوي بالكلام ده ونركنه على جنب نجيب دي بتاعنا الدقي بتاعي هنا دقيق فخر لو آآ عندك دقيق لازم يكون متعدد الأغراض عشان تاخدي منه نتيجة كويسة في البولة بتاعتنا كده بصوا لحظوا الخميرة أثناء الفيديو ما وشغال هاوزن نص كيلو من الدقيق أنا هعمل النهاردة نص كيلو بس تمام كده معي نص كيلو من الدقيق هاوزن عليهم بربع كيلو من السمنة خلاص كده يبقى المقدار النص بالنص على طول يبقى نص كيلو دقيق بياخد ربع كيلو من السمنة بياخد 125 جرام من المياه هقلب كده الديق مع السمنة بالشكل دوت وبعد كده أقول بسم الله الرحمن الرحيم نشير المعلقة وهستخدم ايدي وأبدأ قبست في الديق ده كويس جدا جدا المرحلة دي مهمة ليه عشان انت هنا بتغلي في كل زرة أو حبة دقيق بالسمنة فبالتالي بتديك نتيجة هيلة بأمر الله بسم الله الرحمن الرحيم كده بسم الله وأبدأ أمسك زي ما انتم شايفين كده لازم تبستيها كويس جدا جدا السمنة معي هنا دافية كده خلاص انا وصلت للمرحلة اللي هي كده تمام جدا هنزل كده بالخميرة بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله قوة إلا بالله شايفين ما شاء الله الارتفاع وخمرت وبقى كده متفعلة وزي الفل هبدأ كده أعجنها كده وهنزل الأول معي بربع معلقة صغيرة من الملح الملح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت بتطعم الأكل وبتظهر حلوتون هبدأ أعجن كده وحطيت كمان باقي الماء اللي أنا استخدمتها اللي هم المية خمس وعشرين جرام وبدأت أعجن بإيدي كده بمجرد ما بلاقي العجينة اتلمت معي وبقت زي الملبن كده خلاص ده وقف عجن فورا ما تعجنيش سيادة عن اللازم عشان الأرئيش بتاعتك أو المنين بتاعتك ما يعضمش ويجف معاك هغطيها واسبها ربع ساعة ترتاح شوية بعد الربع ساعة كده هاخد بقى جزء جزء أنا هعمل هنا أربع أشكال هفردها كده وهبدأ قول بسم الله واجيب استكينة وقطع منها صوابع اللي هي المعتادة الشكل اللي احنا عارفينه الصوابع اللي هي بتبقى رفيع وطويلة شوية دي تمام وبقطعها بسكينة وحاول أسوي شكلها أنا عايزة السمك بتاعها يكون سميك شوية كده عشان لما تخمر معايا وتستوي تعلى وتبقى مرتفعة وتيجي تكلية تحسي بتعمها كده وتحسي بالقرشة بتاعتها تمام نبدأ بقى نرصها في الصاج الصاج بتاعنا صاج ناشف تماما مش مدهون بأي مادة دهنية هركن كده على جنبه ونجيب باقي العجينة هاخد قطعة كده وأبدأ أفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هرقها على الآخر كده كده لسه هتتكلق هتتجمع مع بعضها بعد ما رأيتها كده ببقى معايا العجوة يوم عجوة جهة سطرية جايبها من الفرن ياما لو عندك عجوة في البيت سخانيها شوية مع معلقة سمنة وبعد كده أبدأ أستخدميها هنفرد طبقة كده العجوة كده بالشكل دوت وطبعا العجوة معاها شوية سمسم يعني معلقة صغيرة نبدأ نلف رول بالشكل دوت ونجيب التانية بسم الله الرحمن الرحيم ترفيها بقى بالطول بالعرض وهي هيها لكن بالعرض أفضل وبعد كده هضغط كده عشان أقفلها كويس وبعد كده أساوي الأطراف وأبدأ أقطع قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يعني بتبقى شوية شبيهة للسينابون بتبقى رقات كده من جوة شكلها رائع هقطع الباقي كده بالشكل دوت عايزة تكبرها شوية عن كده ما فيش مشكلة بس الصغيرة بتبقى لذيذة قوي ونرجع بقى نرسطهم في الصغير جنب باخوتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بتسيمي مسافة صغيرة وهبدأ بقى كمان أكمل بنفس الطريقة آآ أفرد العجينة وأحط فيها العجوة وأفردهم رول كده وبعد كده هبدأ أرقوهم كويس جدا جدا بالشكل دوت وهنعمل منها صابع سغنطوطة كده شبه البقلاوة ببقى شكلها حلوة قوي فردتها خالص خلاص العجوة بدأت اللون هيبين هوقف عشان ما تتبصش أكتر من كده يعني ما تبصش لبرا وبعد كده معي العجلة الحلوة دي وأبدأ قول بسم الله كده وألفها رول حتى أقطعها الأول وألف رول زي ما انتوا شايفين كده هخلي العجوة تبقى الجوة عشان ما تتحرقش بسهولة وشكلها ما بقاش حلو وهبدأ ألفها رول كده العجلة بتاعتي هنا الشاشطة بتاعتها مش واضحة قوي لو عندك الشاشطة بتاعتك مضغوطة شوية هتبقى عاملة زي الوردة شكلها روعة هنا بقى الحتة دي اللي هي بواقي اللي طلعت من دي ومن اللي قبلها جمعتها كده مع بعض وهبدأ أعملها عسلية وحطاها كمان في السمسم هتشوفوها في الآخر إن شاء الله نرص كده كل ما نعمل حاجة نرصها في الصواج بتاعنا بالشكل ده نعمل كمان شكل اللي هو هيبقى كعب الغزال هبدأ أفرد العجينة كده وهفرد عليها العجوة بصوا بعد ما بردت العجوة بتاعتي بدأت تمسك نفسها هبدأ أفردها كويس قوي على العجينة بالشكل اللي انتو شايفين ودوت وبعد كده هلفها رول برضو المهم إن في كل المراحل بنلفها رول بالعجوة بتاعتها ونشكلها بقى زي ما احنا حابين هحاول أصبعها أو أطولها على قد ما قدر براحة إيدي كده وببدأ أفردها زي ما انتو شايفين براحة ما بعجنش فيها ما بطبهاش في الرخامة لأ أنا بمشي معها حتة حتة بفردها وبرحة حتة خالص هي بتتفرد معي العجينة مخدومة كويس ومشاء الله مرتاحة حل بعد ما عملتها كده ولفتها وصبعتها هبدأ أنزل فيها بالسمسم بالشكل دوت كده احنا بنعملها كعب غزيل عايزة تعملها أشكال استوانية براحتك مش عايزة وعايزة تعملها بالطول تمام برضو مفيش أي مشكلة أنا عملتها بالطول زي ما انتو شايفين كده هكمل كل الكمية وهحطها في الصاج وهبدأ أقطعها وهي في الصاج بسم الله الرحمن الرحيم ونجي بقى استكينة ونبدأ أن أطعها برضو صوابع صغيرة كده زي ما انتو شايفين كده اللهم صلى على سيدنا النبي وعلى أدوها صحبية أجمعين هنا بقى الصوابع اللي أنا قلت لكم عليها العسلية دي اللي هي الحتة اللي فاضت من التقطيع كله جمعتها مع بعضها وكان عندي بقية العجوة فرتاح جواها برضو وبعدين صبعتها وبلت إيدي مية ومسكت العجينة بقيتها لفها في إيدي تتبلل مية وحطها في السمسم يمسك السمسم فيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده زي ما انتو شايفين كده إيدي مبلولة مية بحط العجينة فيها ومشيها المية اللي في إيدي بتلمس العجينة وبتخليها تلزق كويس قوي في السمسم خلصت كل الكمية اللي عندي ما شاء الله لقوة إلا بالله اللهم بارك النص كيلو عمالي كمية حلوة قوي 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 هغطيها واسبها نص ساعة عشان تخمر وترتاح براحتها خالص لاحظوا ان الجو برد فلازم تاخد راحتها أول كده ما بغطيها بيعدي نص ساعة ببص عليها بلاقيها خمرت وحجمها تضاعف وريحة الخمران ما شاء الله ببقى في البيت كله بركة وكله خير زي ما انتو شايفين كده تمام جدا جدا هبدأ بقى أسخن الفرن بتاعها على درجة حرارة وبعد كده هزبطه على درجة مية وتمانين بتدخل الفرن بتوعت حوالي نص ساعة لتلت ساعة ممكن أقل ممكن أكتر على حسب برضو الفرن بتاعك والسخنية بتاعته درجة حرارة مية وتمانين أنا عندي هنا تقريبا خادت معايا نص ساعة أو خمسة وتلاتين زيئة في إفران تانيا ممكن تاخد فيها خمسة وعشرين ممكن تاخد تلت ساعة فعلى حسب برضو تمام بعد ما شفتها كده زي ما انتو شايفين ولقيتها ما شاء الله شلت كده الأرقشية وبصيت من تحت لقيت الأرضية بتاعتها ما شاء الله احمرت وبقى لونها حلوة قوي دهبي كده وبدأت الجوانب تاخد اللون خلاص اتأكدت ان هي استاوت رح تقيد الشواية عليها حاجة بسيطة قوي خدت اللون اللي انتو شايفينه ده بصوا بقى التسوية ممتازة ازاي من فوق ومن تحت ما شاء الله اللون موحد شايفين اللي بسمسم ما شاء الله حلوة جدا جدا كريحة وطعم مش عايزة وصف لكم بقى يعني جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي ممكن تحدي في قلب العجينة رشة فانيليا ده يرجعلك ويرياحة انا محطتش حاجة خالص شايفين بقى من جوة ما شاء الله انفراغة وعمل ازاي نقول مقديرنا بسرعة للكيلو يبقى كيلو دقيق بياخد نص كيلو من السمنة بياخد ربع كيلو من المياه الدافئ او اللبن الدافي وكيس كبير او معلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر ورشة ملح بس كده يدي المقدير بتاعتنا عملتنا وصفة حلوة سهل وسريع وبسيط خفيف قوي طعمه حلو جدا جدا واللون رائع يارب الفيديو يعجبكم وقيموا قناتنا ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا فيها عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من خلال تفعيل زر الجرس نستوضعكم الله لازي لا تضيعه ودائعه ما تنسوش تدعونا دعوة حلوة بظهر الغيب ولكم بالمسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته